اشتركوا في القناة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذه المناسبة ارفع اسمايات الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على ثقة جلالته بتعيني رئيسا لمجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز وان هذه الثقة القالية ستمثل لدافعا قويا من اجل بذل كل الجهود الممكنة في سبيل تنفيذ رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لتطوير استثمارات البحرين في قطاع النفط والغاز والعمل على تطوير هذين القطاعين في مملكة البحرين وفق رؤية علمية حديثة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال واضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يشهد قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين تطورا كبيرا وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة لتطوير الاستثمارات والبنية التحتية في هذين القطاعين الهامين وهو ما يعزز من دورهما في خدمة الاقتصاد الوطني وسنسعى الى المضي قدما في المحافظة على الانجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجال النفط والغاز والعمل على تعزيزها وفقا للرؤية الملكية السامية وعاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حضرة صاحب الجلال الملك المفدى على المضي قدما في تنفيذ رؤية جلالته لتطوير قطاع النفط والغاز وتحقيقهما للمزيد من التطور والنماء بما يسهم في دعم رؤية البحرين الفين وثلاثين ترجمة نانسي قنقر